الرئيس السيسي يستقبل مديرة صندوق النقد الدولي ويؤكد أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كهل المواطنين مدبوني يؤكد أن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد تبدأ يوم الثلاثاء المقبل وجورجي فا تؤكد دعم مصر الكامل لتحقيق الاستقرار الاحتلال الإسرائيلي وصل ارتكاب المجازر بغزة واليونساف تحذر من تعرض أهالي القطاع للموت بسبب المرض والمجاعة الثالث مساء بتوقيت القاهرة الوحيدة ظهرا بتوقيت جرينيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري مرحبا بكم اجتماع رئيس عبدالفتح السيسي مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق حيث اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء الذي يتضمن الموقف التنفيذي للصندوق ويتم أعداده بالتنصيق بين جهات الدولة كافة حيث تمت في هذا الإطار مناقشة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين من الصندوق وسبل تنمية موارده وتطوير آليات إدارته بما يعزز من قدرته على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بالاستمرار في التنصيق المتكامل بين الجهات المعنية بالدولة لضمان تحقيق أهداف الصندوق والتيسير على المستفيدين كما واجه سيادته بتقديم الخدمة العلاجية بالمجال المستفيدين من الصندوق من المدنيين من أسر الضحايا والمصابين في الحوادث الإرهابية غير الخاضعين للتأمين الصحي وذلك بالتنصيق بين الحكومة والصندوق مشددا على أن الوطن لا ولن ينسى تضحيات أبنائه المخلصين يحرصوا على تقديم التكريم اللائق للشهداء والمصابين ممنهم لمصر وشعبها شدد رئيس عبد الفتاح السيسي على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء المواطنين لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو كذلك خلال استقبال السيد الرئيس لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جوجيفا والوفد رفيع المستوى المرافق لها وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الأصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم بالشراكة مع الصندوق حيث أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق للفترة المقبلة والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم مشيرا إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإرادات الموازنة من جانبها أعربت مديرة الصندوق النقد الدولي عن تقديرها البالغ لجهود الدولة خلال المرحلة الأخيرة والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمة الأولويات مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلية رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات تصنيف الاعتمانية الدولية ورفع تصنيف مصر الاعتمانية وتزايد الاستثمارات وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفاهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجه مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية منوهة إلى سعي الصندوق بشركة مع الحكومة للتوصل لأفضل مسارات الأصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتعزيز جهود النمو والتنمية المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا والوفدة المرافقة لها خلال هذا اللقاء ثمن مدبولي الشراكة المهمة والمثمرة للغاية بين مصر وصندوق النقد الدولي مؤكدا أن هذه الشراكة تدار بإيجابية بما يدعم الحكومة في التغلب على الكثير من التحديات التي واجهتها مصر على مدار الفترات الماضية بدورها أكدت جورجيفا استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومر وقادر على مجابهة الصدمات ثمن الرئيس معجلس الوزراء مصطفى مدبولي زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى مصر في مستهل فترتها الثانية من رئاستها للصندوق وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع مديرة صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله في العاصمة الإدارية أكد مدبولي الرائع لبرنامج الأصلاح الاقتصادي المصري مع الصندوق ستبدأ بعد غد الثلاثة الشيء المهم الذي أود أن أشير إليه أن المراجعة الرابعة في البرنامج ستبدأ بعد غد وأن طريق العمل من الصندوق سيبدأ أعمله اعتبارا من بعد غد إن شاء الله مع كل زملاء من البنك المركزي والوزرات المعنية مرة أخرى أود أن أعرف عن ترحيبي وسعادتي بوجود سيدة كريستالينا في مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الشكر لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على نجاح الشراكة بين مصر والصندوق مشيدا بالشراكة المثمرة لدعم مصر في خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي شدد مدبولي على ضرورة أن تتعامل الحكومات كافة مع التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم والتغيرات التي تحدث لكي تحقق النجاح والنمو الاقتصادي المنشود شراكة بين مصر والصندوق شراكة دائما كانت في المثمرة وفي توجه لدعم مصر في كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي وإن شاء الله نتوقع بإذن الله مزيد من الشراكة النجاحة والمسمرة في خلال الفترة القادمة واعتقد الرسالة اللي وجهتها سيادتها كانت واضحة نحن نتعامل مع عالم يعني يشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين والسرعة الشديدة جدا في وطيرة التغير وبالتالي لابد على كل الحكومات أن أيضا تتعامل مع هذه التحديات الغير مسبوقة وتكون أيضا أسرع من التغيرات التي تحدث لكي تحقق النجاح والنمود اقتصادي المأمول من جانبها أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الصندوق يثمن الشراكة مع مصر وخلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين بالعاصمة الإدارية الجديدة شددت جورجيفا على الدعم الكامل لمصر في جهودها لتحقيق الاستقرار وتطور الاقتصادي أردت أن أخبر الناس من هنا من القاهرة كم تقدير صندوق النقد الدولي لهذه الشراكة وأننا نقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرار مصر وتطورها وتمياتها الاقتصادية لقد عرضنا لهذا الدعم في أبريل عندما اتخذنا قرار زيادة برنامجنا من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار حيث أدركنا أن الظروف قد ازدادت صعوبة ليس بسبب خطأ ارتكبتموه ولكن بسبب الظروف في المنطقة وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن التضخم في مصر ينخفض بشكل ملحوظ مؤكدة أن مصر عززت من الحماية الاجتماعية وزادت من مشاركة القطاع الخاص أضافت مديرة صندوق النقد الدولي أن مصر اتخذت إجراءات قوية خلال الفترة الماضية لتعزيز الاقتصاد أدركنا الالتزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها مصر بالفعل وذلك من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد أولا انتقلت مصر إلى نظام مرنة للسعر الصرف وتمكنت من التخلص من التراكمات وبالطبع هنا أود أن أثني على جهود السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في هذا الصدق ثانيا مصر زادت من دور القطاع الخاص فيما يتعلق بنمو فرص العمل وهذا من الأهمية بمكان إذا أردنا أن نمنح الفرص للناس وخاصة للشباب استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر الماضي وذلك من خلال تقرير أعده المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة أشهد مدبولي بالجهود المتواصلة التي تبدلها اللجنة في سبيل تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات المرضية كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف السعي لتدليل شكاوى المواطنين واستغاثاتهم والتحرك العاجل والاستجابة لها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد بحق وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور الذي يمثل تعبيرا عن إرادة شعب مصر العظيم خلال كلمتها أمام الجلسة العامة للمجلس أوضح جبالي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو وثيقة ترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس عبد الفتاح السيسي كما تعكس التوجهات في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن هذا المشروع الذي يعد بحق وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور الذي يمثل تعبيرا عن إرادة شعب مصر العظيم وترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما تعكس توجهاتنا جميعا في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود هوزي إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن إجراءات المتشهود كما يسهم في مكافحة الفساد وخلال كلمته أمام مجلس النواب أضاف فوزي أن القانون يتضمن تحقيق العدالة الناجزة وتسريع الإجراءات القضائية هذا أضافة إلى أنه يعكس احترام السيادة الخاصة للمواطنين يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يشرع مجلسكم الموقر في مناقشته اليوم خطوة جادة لتحديث وتطوير القانون الحالي الذي يعود في تطبيقه إلى سنة 1950 وقد طالته عشرات التعديلات التشريعية طوال 74 عاماً وطرأت عليه مستجدات ومستجدات وكانت المطالبات قد تزايدت خلال العقدين الأخيرين بضرورة إصدار قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية ليواكب التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان ويتسق مع التنظيم الدستوري المتطور الذي وضعه دستور 2014 في مجال الحماية الدستورية للحقوق والحريات لذا فقد كانت مبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية من خلال اللجنة الفرعية التي شكلت لهذا الغرض وتبني مجلس الوزراء لمخرجات أعمالها كما قلت سابقاً خطوة شجاعة غير تفقد الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني أكد الفريق أول عبد المجيد سقر حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالي وفقاً لأسس علمية مدروسة تسهم في الارتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل الذي يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية في الدفاع والوطن وصون مقدساته تفقد الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني وذلك للاطمئنان على سير العملية التدريبية للمقاتلين والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وقام بالمرور على ميادين التدريب التخصصية المختلفة وناقش عدداً من المقاتلين في أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقاً لتقصصاتهم المختلفة مشيداً بما شاهده من مستوى راقب تدريب وكفاءة قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ مهامهم بكل كفاءة واقتضار وأكد الفريق أول عبد المجيد سقر على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالي وفقاً لأسس علمية مدروسة تساهم في الارتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل والذي يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته كما نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وشدد على ضرورة الاهتمام بالتدريب الجاد والواقعي والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي من أجل حماية أمن مصر في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات خلال الفترة القالية القائد العام للقوات المسلحة عددا من مقاتل الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الغداء حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة تناول وجبة الغداء لجيران ألوريا أولاد الكشف كسف طيران وحرب ضمار الشيمة أغار الطيران الإسرائيلي على منزل في بلدة جويا في قضاء صور ما أدى إلى مقتل لبنانيين وعدد من الجرحة نقلوا جميعا إلى مستشفى صور وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي أغار على بلدات كفرفيلة في أقليم التفاح وأطراف أنصار في قضاء النبطية وحنين وشقرة في قضاء بنت جبيل كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارة جوية مستهدفة بلدة زوتر الشرقية في قضاء النبطية أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اتصالا بقيادة قوات يونيفال التي أكدت أنها تجري تحقيقات لازمة في شأن عملية اختطاف عماد أمهز في منطقة البترون أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال عنصر من الوحدة البحرية تابعة لحزب الله التصعيد الميداني بين حزب الله وإسرائيل تعدى الغارات العابرة للحدود ووصل إلى حد اختطاف مسؤول بحري في الحزب في منطقة البترون خلال عملية إنزال نفذها كوماندوس إسرائيلي وشهدت الساعات الأخيرة إثر عملية الاختطاف غضبا واسعا بالأروكة الرسمية اللبنانية ووصل الأمر إلى التوجيه برفع شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث في حين أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اتصالا بقيادة قوات اليونيفال التي أكدت أنها تجري التحقيقات اللازمة في شأن عملية اختطاف عماد أمهز وبعد صمت إسرائيلي رسمي لعدة ساعات أعلن الجيش الإسرائيلي إن وحدة الكوماندوس البحري اعتقلت عنصرا من حزب الله يمتلك معرفة واسعة في المجال البحري وتوعدت إسرائيل بالعمل على أسر عناصر بارزة في حزب الله وسبق أن شهدت المنطقة نشاطا سابقا للكوات الإسرائيلية حيث أعاد الإنزال الإسرائيلي البحري الأخير إلى الذاكرة عمليات عسكرية وإنزالات للكوماندوس الإسرائيلي استهدفت قيادات لبنانية وبالتزامن تواصل تل أبيب غاراتها الجوية في جنوب لبنان واستهدفت قائد منظومة السواريخ لوحدة النصر التابعة لحزب الله جعفر خضر وكذلك قائد مجموعة الطائرات المسيرة في الوحدة ورغم استمرار القتال الدائر بين الجانبين ووجود بعض الفجوات في المفاوضات يقدر مسؤولون أمريكيون أن التواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بات قريبا وأن التسوية السياسية وشيكة استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤول للاجئين أحمد أبو هولي وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة اللقاء ركز على التدعات الخطيرة لقراري الكنسة الأخيرين بحضر وكالة أنروا وأنشطتها وتجريدها من امتيازاتها بواقع كونها وكالة دولية حيث استمع أبو الغيط لعرض مفصل من المسؤول الفلسطيني حول التابعات المتوقعة لهذا القرار على حياة نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني وشدد أبو الغيط على أنه لا بديل عن أروا عن الأنروا في تقديم الخدمة الصحية والتعليمية للاجئين في مناطق عملياتها خاصة لكونها حجر الزاوية في العمل الإنساني في غزة أفادت منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونساف باستشهاد ما لا يقل عن خمسين طفلا في جباليا شمال قطاع غزة وذلك خلال 48 ساعة الماضية محذرة من أن سكان المنطقة بالكامل خاصة الأطفال معرضون لخطر الموت بسبب المرض والمجاعة والقصف المستمر وقالت المديرة التنفيذية اليونساف كاترين راسل أن شمال غزة شهد عطلة نهاية أسبوع مميتة بسبب الهجمات مضيفة أنه في الساعات الماضية تعرضت السيارة الشخصية لأحد موظفي اليونساف الذين يعملون في حملة التطعيم ضد مرة شر الأطفال لإطلاق نار من قبل طائرة ربعية المراوح أثناء مرورها عبر جباليا هذا وأعلنت لسلطة الصحية في غزة ارتفع حصيلة الضحية منذ 7 أكتوبر من العام الماضي إلى 43 ألف و341 شهيدا بالإضافة إلى إصابة 102 ألف و105 أشخاص أكدت الأمم المتحدة أن نحو 60 ألف شخص فروا إلى مدينة غزة في الأسبوع الماضية قادمين من مخيم جباليا للاجئين ومدينتين بيت حانون وبيت لهيا الحدوديتين الشماليتين تبحث عشرات العائلات عن مأوى داخل مدارس أونرواء المدمرة حيث يقف الأطفال في صفوف طويلة حاملين معهم أوعية من أجل ملئها بالمياه بدلا من دخول المدرسة لبدء عام دراسي جديد بعد أكثر من عام على الحرب التي امتدت لعدة مناطق في أنحاء الشرق الأوسط لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطع غزة تلك المنطقة الأشد دمارا وعزلة في العالم في شمال غزة فر نحو مليون شخص من شمال القطاع الذي يتضمن مدينة غزة عندما أمرت دولة الاحتلال بإقلاء المنطقة بالكامل وذلك في الأيام الأولى من الحرب ولم تسمح لهم بالعودة وبقي نحو أربعمائة ألف فلسطيني في الشمال بالرغم من تطويق جيش الاحتلال للمنطقة وتدمير أحياء بأكملها بالإضافة لبناء أساسية حيوية طلعنا من معسكر جبالي على منطقة غرب غزة وما فيش مكان آمن وطلعنا تحت القصف والمكان يعني غير لا أقل السكن وهناك فيش أي مساعدات موجودة ولا في أكل ولا في أي شرم ولا في أي طعام ولا أي ماء والوضع صعب جداً مأساوي الناس دابت الناس لا تسمي الجوع لا أكل لا ماء ولا شراب سياسة المية إلا من الصباح من المبلع بالليل لما تم تنسيق لكي نجيب سياسة المية للناس لحتى الآن الناس بدون أكل بدون شرب بدون شرف صحي بدون أي مقاومة الحياة يعني الوضع سيء سيء للغاية هنا تبحث عشرات العائلات عن مأوى داخل مدرسة مدمرة في مدينة غزة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئ فلسطين في الشرق الأدنى أونروا التي تندر فيها الموارد الأساسية وبدلاً من دخول المدرسة لبدء عام دراسي جديد يقف الأطفال في صفوف طويلة حاملين معهم أوعية من أجل ملئها بمياه جلبتها شاحنة مساعدات الأمم المتحدة تقول إن نحو ستين ألف شخص فروا إلى مدينة غزة في الأسابيع الماضية قادمين من مخيم جباليا للاجئين ومدينتين بيت حانون وبيت لهيا الحدوديتين الشماليتين أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتارش أن السنوات الأخيرة شهدت معدلات مرتفعة من القتل في مناطق النزاع لسيما في غزة التي شهدت أكبر عدد من حالات قتل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في أي حرب منذ عقود وقال جوتارش أنه في جميع أنحاء العالم يقدر أن تسعة من كل عشرة جرائم قتل للصحفيين تمر دون عقاب أشيرا إلى أن الصحافة الحرة عنصر جوهري لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون كادم مدير عام منظمة الصحة العالمية تدرس على دهنام أن القوات الإسرائيلية تواصل قصف المنشآت الطبية في شمال غزة في الوقت الذي تستأنف فيه المنظمة حملتها للتطعيم ضد شر الأطفال بعد الاتفاق على هدنة إنسانية للسماح باستمرار الجولة الأخيرة للتطعيم أشار أدهنوم إلى أن فريقا من المنظمة كان موجودا في مركز شيخ ردوان للرعاية الصحية الأولية في شمال غزة قبل وقوع الهجوم بقليل وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية أن هذا الهجوم أثناء الهدنة الإنسانية يعرض قدوسية حماية صحة الأطفال للخطر وقد يثبي الآباء عن إحضار أطفالهم للتطعيم مشددا على ضرورة احترام هذه الهدنة الإنسانية الحيوية بشكل مطلق مجددا الدعوة إلى وقف إطلاق أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده دراء انفجار قنبلة يدوية شمال قطاع غزة ونقلت صحيفة تايمز أوف إزرائيل عن بيان الجيش الإسرائيلي قوله إن الشرطة العسكرية بدأت تحقيقا في ملابسة الحادث تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة المساعدات الإغاثية التي تعمل مصر على تجهيزها ودخولها للأشقاء في قطاع غزة هذا ولا تزال المجهودات المصرية مستمر لإدخال مئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات من العريش وأمام بوابة رفح المصرية في محاولة لتخفيف ويلات الحرب عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة مزيد من التفاصيل اطلعنا عليها الزميل أحمد ممدوح مرسل التلفزيون المصري تحياتي لكم ولكل أسادة المشاهدين من أمام معبر رفح نتابع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حيث ما زالت قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حيث تتكدس العشرات من الشاحنات يوما بعد يوم بمعبر رفح دون دخولها من جانب قوات الاحتلال في الوقت الذي تتزايد في معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وحاجتهم الضرورية إلى مثل هذه المساعدات سواء كانت مساعدات طبية أو غيرها من المساعدات اللوجستية اليوم تم دخول أكبر عدد ممكن من الشاحنات تم دخول أكثر من 130 شاحنة محملة بأطنان من المواد الغذائية وأيضا تم دخول أربع شاحنات للوقود في الوقت الذي تتزايد في معاناة الأشقاء الفلسطينيين هم أيضا يمنعون دخول المستلزمات الطبية تم رفض دخول أربع شاحنات للمستلزمات الطبية يمنعون دخول هذه المستلزمات بهدف الضغط على الجانب الفلسطيني وأيضا زيادة معاناتهم والوصول بهم إلى المجاعة والتهجير القصري للفلسطينيين من قطاع غزة منظمات دولية والنرواء أكدت أن قطاع غزة يعاني من المجاعة خاصة في شمال غزة في جباليا وبتلايا حيث منعت قوات الاحتلال دخول هذه المساعدات الإنسانية مما يندر بكارثة إنسانية نتحدث أيضا عن الجهود المصرية المتواصلة لدعم هذه المساعدات وفتح معبر رفح والذي لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى حيث تتحرك أعداد كبيرة من الشاحنات المصرية عبر معبر رفح لوصولها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ولكن قوات الاحتلال بتمنع دخولها من جارب معبر كرم أبو سالم والذي تتسلم فيه الأمم المتحدة هذه المساعدات الإنسانية وتوصلها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة لم تتوقف الجهود المصرية فقط على دعم هذه المساعدات بل تسعى إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وأحياء مصر المفاوضات مرة أخرى واستضافة كافة أطراف النزاع على الأراضي المصرية هذه هي الصورة الكاملة اليوم من أمام معبر رفح وعودة مرة أخرى إلى زملائي في الستوديو أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية وصول قاذفات استراتيجية من طراز بي 52 إلى المنطقة وقالت القيادة الوسطى الأمريكية أن هذه القدرات العسكرية الجديدة تشمل وسائل دفاع ضد الصواريخ الباليستية وطائرات مقاتلة وقاذفات قنابل بي 52 وأنواع أخرى من الطائرات العسكرية ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت إيران خلال الأيام الماضية من شن هجوم آخر على إسرائيل وأكدت أنها لن تتمكن من كبح جماح الإسرائيليين وبعد أن هجمت إيران إسرائيل في الأول من الشهر الماضي ردا على سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية ردت إسرائيل بضرب أهداف عسكرية ولكن ليس منشآت نووية أو خاصة بإنتاج النفط ترجمة نانسي قنقر ذكرت السلطات الأوكرانية أن حريق شب في وسط كييف جراء هجوم رؤوسي بطائرات مسيرة جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأوكراني أن الدفاعات الجوية للبلاد تتصدى لهجوم بالمسيرات وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف أنه سيتم استيضاح المعلومات حول حجم الحريق والدمار أو الإصابات المحتملة وسيتم إرسال تواقم الطوارئ إلى المنطقة وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات ورؤية أعمدة من الدخان تتصاعد فوق أبنية سكنية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحداتها دمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية وفي بيانا لها أوضحت الوزارة الروسية أنه تم إسقاط 16 طائرة مسيرة فوق منطقة راستوف الجنوبية بينما جرى اعتراض الطائرات الأخرى فوق منطقتين بلغورود وبريانسك المتاخمتين الأوكرانية قال قائد الجيش الأوكراني أليكزاندر سارسكي أن القوات الروسية تتصدى لإحدى أقوى الهجمات الروسية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في البلاد هذا وتستعد أوكرانيا لأعنف شتاء منذ بداية الحرب بعدما ضمر القصف الروسي بعيد المدى ما يقال مسؤولون عنه أنه قرابة نصف قدرتها على توليد الطاقة دعت كياف موسكو إلى تقديم قائمة بأسماء أسر الحرب الأوكرانيين الذين يمكن الإفراج عنهم في عملية لتبادل الأسر وذلك بعد تهام روسيا لكياف بإفساد العملية وقال مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني ديمترو لوبينيتس إن كياف مستعدة دائما لتبادل أسر الحرب في المقابل قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخرافة إن أوكرانيا تعرقل العملية بشكل أساسي وترفض استعادة مواطنيها وأضافت أن وزارة الدفاع الروسية عرضت تسليم 935 أسير حرب أوكراني لكن أوكرانيا لم تستقبل سوى 279 فقط طالب الرئيس الأوكراني فليمار زلانسكي حلفائه باتخاذ إجراءات للتعامل مع وجود قوات من كوريا الشمالية في روسيا حفز لناسكي حلفائه بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي توقفوا عن المشاهدة دعوة جديدة للرئيس الأوكراني فليمار زلانسكي لحلفائه لاتخاذ إجراءات للتعامل مع وجود قوات من كوريا الشمالية في روسيا قبل أن تبدأ هذه القوات في الدخول فعليا على خط المواجهة وأضاف زلانسكي أن أول دفعة تضم آلاف الجنود من كوريا الشمالية باتت بالقرب من الحدود الأوكرانية وأن الأوكرانيين سيضطرون للدفاع عن أنفسهم وتعالى صوت كييف بأنه تم تحديد كل موقع للجنود الكوريين الشماليين وعلى الرغم من ذلك لم يحرك أحد ساكن ونشر زلانسكي صورا لما قال إنهم جنود من كوريا الشمالية في روسيا ويبدو زلانسكي متخوفا من أن تكتسب كوريا الشمالية خبرة الحرب الحديثة لكن عينيه أيضا على الأسلحة الغربية بعيدة المدى التي لا تزال خزانته العسكرية خالية منها وكان زلانسكي قد حث حلفاء بلاده الغربيين على السماح باستعمال صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي لترجيح كفته في الحرب وقبل يومين انتقد زلانسكي ما وصفه برد صحر من حلفائه على استعانة روسيا بقوات من كوريا الشمالية وتقول تقارير أمريكية وغربية إن هناك عشرة ألاف جندي كوري شمالي في روسيا منهم ما يصل إلى ثمانية ألاف في منطقة كورسيك الجنوبية التي نفذت فيها القوات الأوكرانية توغلا في أغسطس الماضي ووقعت كوريا الشمالية وروسيا في يونيو الماضي اتفاقية شراكة شاملة تنص المادة الرابعة منها على أنه إذا تعرض أحد الطرفين لهجوم مسلح من قبل دولة أخرى أو دول عدة ووجد نفسه في حالة حرب يقوم الطرف الآخر على الفور بتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات بجميع الوسائل المتاحة اشتركوا في القناة اعلن مسؤولون أمريكيون أن الحرس الوطني على استعداد لتأمين البلاد أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء القادم ووصفت شبكة سيان عن الأمريكية عن الخطوة تأتي إجراء احترازي في عدة ولايات أمريكية بما في ذلك واشنطن وغيريغون حيث تضررت أو دمرت مئة بطاقات الاقتراع بعد إشعال النار في ثلاثة صناديق اقتراع على الأقل مؤخرا هذا وقد أعلن حاكم واشنطن جاي أنسلي وضع الحرس الوطني في وضع الاستعداد تكثف المرشحة الديمقراطية كاملة هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب جهدهم في عدد من الولايات خلال حملتهم الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية والمقرر لها الخامس من نوفمبر الجاري تحتل الولايات المتأرجحة اهتمامات مرشحي الرئاسة الأمريكية خاصة أنها تلعب دورا رئيسيا في نتائج الانتخابات في الوقت الذي تجرى فيه الانتخابات الأمريكية على قدم وصاق تسيطر حالة من الضعر والخوف من تكرار سيناريو عام 2021 والإطاحة بالديمقراطية التي تشدقت بها واشنطن مرارا وتكرارا الصورة الذهنية لاقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول قبل أربع سنوات من الآن حينما خسر أمام نظره جو بايدين لازلت محفورة في أذهان الأمريكيين إلى يومنا هذا هذه التخوفات كانت بمثابة الشرارة لأخذ الحيطة والحذر ووضع تأمين أمني مكثف ومجهز للتعامل مع أي حالات عنف خلال هذه الانتخابات التي تواجه فيه كاميلا هاريس عن الحزب الديمقراطي نظرها ترامب مرشح الحزب الجمهوري الانتشار الأمني في الولايات المتأرجحة على أعلى مستوى يأتي وسط ترقب من السلطات الأمريكية خشية وقوع أي أعمال شغب أثناء سير العملية الانتخابية أو حتى بعد إغلاق وفرز صناديق الانتخابات لما لهذه الولايات من أهمية بالغة في حسم الانتخابات وتعد نقطة ضعف أو قوة لكل المرشحين وصبق أن ادعى ترامب وجود تزوير وغش في الولايات المتأرجحة مثل بن سليفانيا ما أدى إلى اندلاع المزيد من الاضطرابات وأمام المقر الراسي تقام الحواجز الأمنية لقطع طريق مؤدي إلى إحدى الساحات كما وضعت حواجز خلف البيت الأبيض في ظل تخوف من اندلاع احتجاجات وما يثق الكهل السلطات الأمريكية أمنيا الأحداث الجو سياسية كالحرب في قطاع غزة والتي تضيف طبقة من التعقيد قد تؤدي إلى عنف سياسي كما أن القضايا الشائكة كالهجرة غير الشرعية وحق الإجهاد من عدمه والتغير المناخي وتقييد السلاح والتضخم والاقتصاد من نقالة الخلاف في الملفات الانتخابية للديمقراطيين والجمهوريين وتعد هذه القضايا من أبرز اهتمامات الأمريكيين التي قد تحرق سلوكهم الانتخابي وتعزز في ذات الوقت المخاوف من اندلاع تظاهرات يصعب السيطرة عليها تفوقت كاميلا هارس المرشحة لرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي على منافسها دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في استطلاع جديد للرأي في ولاية أيوة وأظهر الاستطلاع أن الدور الكبير في تحول الوضع في الولاية التي فاز فيها ترامب بسهولة في عامي 2016 و2020 كان للناخبات المرجح أن يدلين بأصواتهن في الانتخابات وأوضح الاستطلاع أن هارس تتقدم على ترامب بنسبة 47% مقابل 44% في أيوة والتي كانت تميل إلى الجمهورين بشكل كبير في السنوات الأخيرة يعد الفوز في الولايات المتأرجحة مفصليا لوصول المرشح إلى البيت الأبيض بينما ينقسم ولاء الولايات السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي يبقى التذبذب واضحا بينهما في بعض الولايات لحسم نتائج الانتخابات وإعلان الفائز بالرئاسة بينما تنقسم معظم الولايات الأمريكية إلى أغلبية تميل في تصويتها إما إلى الحزب الجمهوري أو الديمقراطي تبقى الولايات المتأرجحة غير مستقرة في تفضيلتها الانتخابية ما يجعلها الهدف الرئيسي لحملات المرشحين في سباق الانتخابات الرئاسية والولايات المتأرجحة هي التي تتقارب فيها أصوات الناخبين بين التصويت لصالح المرشح الجمهوري أو الديمقراطي وغالبا ما تكون هذه الولايات محل تركيز كبير من قبل الحملة الانتخابية لأنها تحتوي على نسب متقاربة من الناخبين الجمهوريين والديمقراطيين ما يجعل التصويت النهائي غير محسومة سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية شهد حالة من السخونة بعد قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن لانسحاب وإعلان نائبة اهتمال هارس خوض السباق بدلا عنها ورغم أن نحو خمسين ولا يتشارك في التصويت إلا أن سبعا منها فقط تحمل مفاتيح البيت الأبيض وتعد الأكثر تأثيرا في تحديد النتيجة النهائية ويعتبرها محللون ساحة التنافس الحقيقية التي تحدد حسم النتائج في الطريق إلى البيت الأبيض وفي سباق هذا العام تبرز ولايات أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وكارولاين الشمالية وبينسليفينيا وويسكنسون كولاية متأرجحة وهي الأكثر تأثيرا في تحديد النتيجة النهائية وتحديد ساكن البيت الأبيض الجديد وبحسب استطلاعا للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز فإن هارس تتقدم على منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترومب بين الناخبين المحتملين في ولاية أريزونا بنسبة 50% مقابل 45% وكارولاين الشمالية بنسبة 49% مقابل 47% بينما تتخلف بفارق ضئيل في نيفادا وجورجيا بهامشي أربع نقاط لكن الولايات الثلاث الحاسمة التي تسمى بحزام الصدى وهي ولاية شمالي شرق الولايات المتحدة وهي بنسلفينيا وويسكنسون وميشيغان لا تزال تشغل حمالات المرشحين حيث تعتبر بنسلفينيا وأصوتها التسعة عشر في المجمع الانتخابي أساسية لفرص المرشحين في الفوز ومنذ عام 2008 كانت هذه الولايات الثلاثة بمثابة مؤشرات موثوقة لنتائج الانتخابات فأصوات المجمع الانتخابي في بنسلفينيا بالإضافة إلى خمسة عشر صوطن في ميشيغان وعشر في وويسكنسون تكفي لتصدر المرشح الرئاسي في السباق لضمان الحصول على مائتين وسبعين صوطن وهي الأصوات اللازمة للوصول إلى البيت الأبيض وبحسب خبراء فإن ولاية بنسلفينيا لديها احتمالية أكبر من ضعف أي ولاية أخرى لتكونها هي المحدد للفوز بسباق البيت الأبيض لهذا العام نحو مائتين وأربعين مليون شخص يحق لهم التصويد في انتخابات الولايات المتحدة ولكن من المرجح أن يحسم عدد صغير نسبيا منهم مسألة من سيصبح الرئيس القادم قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الولايات المتحدة نشرت عددا من القاذفات لإجراء تدريبات جوية مشتركة مع الكوريا الجنوبية واليابان وذلك ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات في الآونة الأخيرة في بيان لها أوضحت هيئة الأركان المشتركة أن التدريبات العسكرية تظهر التعهد القوي للدول الثلاث بالرد على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية من خلال تعاون فيما بينهما نشرت وكالة الأنباء المركزية الكوريا الشمالية وثيقة تتهم الرئيس الكوري الجنوبي يون ساكيال بتعريض بلاده لخطر الحرب النووية من خلال سياساته تجاه الشمال وانتقدت الوثيقة تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي بشأن الحرب والتخلي عن عناصر من اتفاق بين الكوريتين والانخراط مع الولايات المتحدة في التخطيط لحرب النووية والسعي إلى علاقات أوثق مع اليابان وحلف شمال الأطلنطي أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 35 طائرة عسكرية صينية من بينها مقاتلات وقاذفات قنابل تحلق إلى الجنوب من الجزيرة في طريقها إلى تدريبات في المحيط الهادئ وذلك في ثاني يوم على التوالي تعلن فيه رصد مثل هذه الأنشطة أضفت وزارة الدفاع التايوانية أن الصين نفذت دورية مشتركة لتأهب القتالي بسفن حربية وطائرات بالقرب من تايوان مرة أخرى أكد وزير الخارجي روسي سارجي لافروف أن مصر تعد دولة رائدة ومن أكبر الاقصادات وأكثرها تأثيرا في شمال إفريقيا وجامعة الدول العربية وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون بريكس قال لافروف أن هناك عددا من الدول الرغيبة بالعضوية الكاملة في مجموعة بريكس حيث سيتم النظر في هذه المسألة خلال العام المقبل مصر دولة رائدة ومن أكبر الاقتصادات وأكثرها تأثيرا في شمال أفريقيا هكذا أعلن وزير الخارجي الروسي لافروف تعقيبا على انضمام مصر رسميا إلى بريكس وذلك في بداية العام الجاري لافروف أكد كذلك أن مصر تحظى بالاحترام في العالم ما يعزز مكانة وشعبية مجموعة بريكس نفسها الوزير الروسي أشار في الوقت ذاته إلى وجود عدد من الدول الراغبة بالعضوية الكاملة في مجموعة بريكس حيث سيتم النظر في هذه المسألة خلال العام المقبل بعد الاتفاق على معايير تشكيل فئة الدول الشريكة وزير الخارجية أفاد كذلك بأن الرئاسة الروسية وجهت دعوات إلى بعض الدول التي طلبت الانضمام بعد قمة كازان الأخيرة خاصة وأن هناك أكثر من عشر دول من هذا القبيل تتمتع بالإجماع بين أعضاء بريكس الحاليين موسكو أكدت في الوقت ذاته أن دول بريكس وضعت بالفعل توصيات بشأن آليات طرق الدفع البديلة فيما يتعلق بالعملة موسكو أوضحت أيضا أن نظام الدفع كان مدرجا على جدول أعمال القمة في كازان وفي الاجتماعات التي عقدت على مدار العام بين وزراء المال ورؤساء البنوك المركزية وتم بالفعل تطوير التوصيات لكنها ليست نهائية في وقت أصبح من الممكن بالفعل البدء في إنشاء أنظمة موثوقة ومستدامة وطويلة الأجل ارتفع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة في إسبانيا إلى 213 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأسبوع الماضي في جنوب شرق البلاد في أسوأ كارثة طبيعية وفقا للحكومة الإسبانية أكدت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أن نسبة الأمطار التي هطلت في بعض المناطق تعادل أمطار عام كامل كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشاز قد أعلن بالأمس إرسال عشرة ألاف جندي وضابط شرطة إضافيين وذلك لمساعدة سكان منطقة بيلنسيا الواقعة جنوب شرق البلاد والتي اجتاحتها فيضنات هائلة وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء الرئيس السيسي يستقبل مديرة صندوق النقد الدولي ويأكد أن أولية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين مدبولي يؤكد أن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد تبدأ الثلاثاء القادم وجورجيفا تؤكد دعم مصر الكامل لتحقيق الاستقرار الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر بغزة واليونسيف تحذر من تعرض أهل القطاع للموت بسبب المرض والمجاعة مشاهدين الكرام وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة ثالثة من التلفزيون المصري شكرا لكم تحية لكم وإلى اللقاء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر